هل ما زال المواطن قادرا على شراء زيت الزيتون؟ سؤال يدور في خلد الكثير من المستهلكين ونحن على أبواب موسم جنين جديد هذه المادة التي لم تكن تغيب عن موائد أغلب العسر قبل سنوات قليلة أصابها هي الأخرى غلاء غير مسبوق اضطر معه البائعون إلى محاولة التأقلم مع الوضع الجديد المتحدث بالزيت هذه العام تعتمد الكثير من زيت قاع ي قدره 130 و 150 دنم تقريبا حيث زيتون دابع حاليا 20 دنم خضر إذن إذا كانت زيتون الطحنور أن يطح لنا 100 دنم وزيتها مفيت 100 دنم وهذا اللي كان لديه الشباء في الحانوز العم faz تقريبا هذا سيكون 90 دنم أحدalia لا تشاهدت القراعية تقريبا كي ذو الكليل يدورها هذه الموجة من الغلاء تنذر بأن يرتفع سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون إلى مستويات قياسية يرجع السبب فيها حسب المتخصصين إلى تواضع محصول الزيتون خلال الموسم القادم بفعل توالي سنوات الجفاف وضع غير مسبوق أرخى بضراله على إقبال المواطنين على زيت الزيتون المواطنون أرهقهم الارتفاع المتواصل في الأثمنة منذ أكثر من ثلاث سنوات أنا وليدي دي الزيت العرام ونما وصلنا هذا السامن كنا كنا نأخذ الزيت بـ 30 درهام أولا بـ 25 درهام اليوم أولدي ما بخناش كنا نخدع الزيت الزيت لكي وصل إلى 100 درهام 290 سال 2400 شكو اللي باقي يخدع الزيت دي المدة دي العامين كنا كنا نأخذها بـ 30 درهم 40 درهم ده بطلع بواحد سعر لي وخيالي ما قدع لي تشوه ولا تدير 2400 درية وما شيئ الزيت أي حاجة حطي عليك تتلقاه غالية واش عاد نقول لك نغمان وحنا كنا نشريه سيد سيتون بـ 35 درهم وكانت متناول جامع يعني أي إنسان كيف ما بغي يكون سواء في طبقة فقيرة أو المتوسطة أو الغنيارة قادر يشريها بـ 8 أما ده باوصلة 120 درهم ما نكدبش لك على موقعش ندخلك على داري على وشك بداية موسم جني جديد تتخوف الأسر من تأثير تواضع غلة الزيتون على استمرار ارتفاع الأثمنة فهل يتم اللجوء إلى حل الاستيراد من الخارج رغم تخوف الفلاحين من تأثير المنافسة الأجنبية